كل يوم ما منسمع شيء بعالم الانترنت والمعلومات والاعلام بعد ما انتشرت على الانترنت غيرت كتير قصص بحياتنا كان للاعلام نصيبة كتير كبيرة برواية اي خبر او ببث اي شيء جديد ولكن اليوم السوشال ميديا الانترنت مواقع التواصل الاجتماعي عم تاخد الحصة الاكبر من حياتنا اكيد ليا كتير منحكي عن الاعلام الالكتروني الاعلام الرقمي مواقع الانترنت والصحافة الرقمية صحافة المواطن والخبر التدويني وصحافة البيانات وصحافة الحلول مفهيم كتير راح نتطرق الى اليوم نحكي عنا اكتر معظيفنا الاعلام حسين الابراهيم ونسق ورشة صحافة الحلول بدأت مبارح يسايد صباحك واهلا وسهلا فيك صباح خير اهلا وسهلا فيكم صباح خير استاذ اهلا وسهلا فيك يعني دايما منقول كلنا السوشال ميديا والانترنت هو السلاح ذو حدين ولكن اليوم بالاعلام قديش مهم وجود الانترنت وقديش مهم يكون فيه مصداقية لبث الاخبار وقديش مهم انه يكون فيه شيء تحت براية الاعلام مو بس شائعات شائعات اهم شيء بالموضوع انه هذا اعلام الشباب صحيح اللي صار انه نحنا ما عد فيه شيء اسمه الاعلام الموروس او نحنا لازم نكون اعلام تقليدي الشباب هلا عندهم اعلام جديد لانه ما فيه شب بروح بيشتري مثلا جريدي ما فيه شب يعني موضوع الاعلام ارتبط كتير بالشباب هلا ارتبط باهتماماتهم ارتبط بتفاعلهم لانه الاعلام جديد بعد 2003 صار فيه شيء اسمه المتلقي له دور صحيح سابقا كان بيقرأوا بس هلا بعد ما صار فيه عندنا صحافة المواطن وشبكات التواصل الاجتماعي واليوتيوب وهالقصص هاي صار يتفاعل فهذا التفاعل اذا اكتملت الدائرة الاعلامية انه المتلقي عم يوصل لعند المرسل والمرسل عم يوصل لعند ويتفاعلوا مع بعض حتى احيانا المتلقي صار له دور في انشاء المحتوى وانتو بتعرفو هلا يعني مثلا بالفيسبوك هو المتلقي اللي عم يكتبوك يعني المتلقي هو اللي عم يقول شو عم يصير وشو كذا فتغيرت المفاهيم معد فيه شيء اسمه مرسل ومستقبل انتهى هذا المفهوم صار في عنا مفاهيم كتير جديدة لذلك معد فينا نحكي عن اعلام هو نفسه اللي كان قبل 2003 مثلا صار وضع كثير مختلف طب خلينا نحكي استاذ حسين كيف تشوف هذا التطور اليوم فينا نقول يعني العالم الافتراضي الاعلام الافتراضي له دور كتير كبير اليوم مثل ما قلت المواطن صار شريك نشوف صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي هي احساسا بتشارك في تناول الخبر ويمكن تغطية الاحداث متل الاعلام اللي موجود على الارض هذا التطور كيف تشوفه اليوم كتير من الناس بتقولك جميل من الناس بتقولك لأ هو سلاح زوحدين يعني إله سلبياته إله إيجابياته هلأ انت بدك تشوفي القصة من منطلق منهجي يعني مثلا لما بدأت الانترنت وبدأت معها الاعلام ويب كان عندنا شيء اسمه ويب وين اللي هي الانترنت رقم واحد الانترنت الاولى هي اللي أنتجت شيء اسمه الاعلام الالكتروني الصراحة الاعلام الالكتروني لم يكن إلا صورة طبق الأصل عن الاعلام التقليدي ولكن في وسائل الالكتروني 2003 تغيرت هاي الحالة طلع عن نوبته اللي صار فيه التفاعلية هاي نشأت حالة التفاعلية وبدون دراسات وبدون منهجية تلقائية يعني صار المتلقي هو يبادر في منصة يقعد يشتغل فيها فصار المفاهيم الاعلامية اللي نحنا تعلمناها مثلا بالجامعات ومعاهد تغيرت ليش؟ لأنه هون اللي عم يتلقى هو عم يحكي وهو ما بالضروري يكون معه اعلام فهون ايضا اختلفت الزهنية زهنية الكاتب زهنية المؤلف في المحتوى فهذا صرت تشوفوا مثلا فيديوهات ما نمنتجي فيلوغ هاي بيسموها فيلوغ مثلا ما فيه مونتاج وما فيه حرفيه بالتصوير والكاميرا عم تهزو كل هذا ما كان متاح أو ما كان حدا ينظر له بجدية هلأ عم يفرض وجوده وهلأ فيه ناس عم تقبض كتير اموال من وراء انه عم تشتغل بهاي القصص وانتو بتعرفوا اليوتيوبرز صار في فن قائم بذاته يعني وهو صح هو عم يعمل حالة اعلامية ولكن هو مهنه اعلام بالتقييم بتقييم الاعلام التقليدي اللي نحن عتدنا عليه لذلك نحن هلأ في حالة فيه اشكالية هل هذا اعلام هل هذا غير اعلام لا ينتمي للاعلام هذي الاشكالية هلأ عم تكبر ليش لانه الزهنية عم تكبر هلأ الميتافيرس جاي وجاي عن طريق ويب ثري اللي هلأ صار لنا مثلا حوالي عشرين سنة بالويب تو هلأ اكيد راح ننتقل على الويب ثري الويب ثري راح على الميتافيرس الميتافيرس كل شي افتراضي كل شي يعني حتى انت بتشتري قميس وما بتشوفيه مثلا بتشتري بتفوت عايز جامعة وما بتعادي بصف بس تتعلمي وبتاخدي شهادة فهي الزهنية ما عاد هي الزهنية اللي نحن كنا عايشين فيها سابقا الاعلام اللي كنا نعرفه انه هو كذا وكذا ما عاد في هذا الاعلام لذلك اختلف كل شي صرنا بعالم اخر المطلوب الان انه نستوعب هذا انه ما نكون مجرد مستهلكين يعني انا ما روح اسجل بجامعة مثلا من الجامعات اللي راح تشكلها تشكلها مجموعة بنتافيرس وهذا وانا ما بعرف شو هاي يعني لازم نفهم هاي الاصاص لازم مثلا هلأ دخلت العملات الرقمية العملات المشفرة على العالم دخلت الان افتيز هاي الاصول الرقمية بيسموها الاصول الرقمية فهذا التطور جديد نحن ما بصير نكون حياديين بالنسبة له لازم نواكب بس من وجهة نظرك استاذا باي مجال بينجح الاعلام انه يكون هو الكتروني اكتر يعني مثلا رياضة ثقافة سياسة اي مجال هو انجح الكترونيا بيكون هلأ اكتر شيء اللي عم ياخده السوشال بعيدا عن الاعلان والتسويق اكتر شيء عم يتجه فيه الاعلام حاليا انا ما عم احكي على الاعلام بالمنهج الاحترافي عم احكي عن الاعلام القائم اللي فرض نفسه يعني هو القضايا الاجتماعية صحيح اكتر شيء القضايا الاجتماعية عم تاخد الساحة اللي عم تعبر مباشرة وفي نفس اللحظة في منهج اسمه zero time انت عم بنفس اللحظة سمعت او اريتي انه فلان صار معه وكذا بيقلك دقيقة من دقيقة وكذا هاي بعمرة ما صارت بالاعلام التقليدي مثلا فهذه الحالات الاجتماعية هي والاخبار اللي بتمس المواطن نحن منسميه الخبر المعرفة شو المعرفة يعني اللي بيتفاعل مع ذهنتنا مع حاجاتنا مع متطلباتنا اليومية هذا الشيء ما كان يهتم فيه الاعلام سابقا لانه الاعلام كان يعتبر حاله عم يوجه رسالة سابقة بالاعلام التقليدي دائما فيه شيء اسمه توجيه رسالة للمتلقي للقارئ يعني هلأ مات فيه توجيه هلأ عم يحكي عن واقع هو قائم فهلأ انت بتعرفه شو فيه بالهند بتعرفه شو فيه زلزال وينطلع زلزال بارح طلع زلزال بالشمس مثلا من حوالي اسبوع فانت عرفته بالزلزال منين من الاعلام التقليدي لا مو من الاعلام التقليدي راح فيه ناس صوروهم بناسها مثلا وطلعوا الصورة وشفتيها انت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي غير هيك ما فيك تتواصلي فهو عم يفرض نفسه بهاي الحاجات اللي نحن عم نعيش فيه طيب خلينا نحكي عن ورشة صحافة الحلول اللي بدأت مبارح نعرف للناس شو معنى صحافة الحلول يعني والورشة شو تضمان يعني نبسطها للناس اكتر عم نسمع فينا نقول هاي جملة بشكل كبير بالقاونة الاخيرة ورشات بتوعنا بثقافة الحلول اليوم للمواطن هلا نحن متعودنا انه الصحافة هي صحافة اسارة وصحافة تحكي عن مشاكل ودائما حتى بالقرن العشرين كتير نحكى بهذا الموضوع هذا انه انت حتى تكون الصحافة الى دور لازم تكون تعمل تحكي عن المشاكل ليش لانه المشاكل بتجذب الناس على القراءة والناس بتعيش الحالي او شيء من هذا القبيل طلع منهج جديد ببداية الالفية التالتي انه هذا الاسلوب يسيء للصحافة اكتر ما يخدم الصحافة نحن لازم ما نكون عنصر سلبي في المجتمع لازم نكون عنصر ايجابي قادر انه يحول اهتمامات الناس باتجاه ايجابي اكتر من انه يهتم بالمشاكل طبعا نظريات كتير طلعت بهذا المجال وصار فيه تطبيقات كتير على المستوى المحلي مثلا ببلدان معينة او حتى على المستوى الاقليمي وعالمستوى العالمي صار فيه فرق عملك عالمية عم تشتغل على موضوع صحافة الحلول لمناقشة مشاكل معين هلأ فيه ثلاث مناهج عم تنشغل بهالقصة انه صحافة الحلول انه الاعلام يروج لحل معين طبعا هذا ما له كتير اهتمام بصحافة الحلول وحتى من ناحية منهجية ما حدا بيعترف انه هاي صحافة حلول انه انا عم روج لحل معين النوع التاني انه انا عندي حل عندي مشكلي وهي المشكلي كصحفي بحاول قدر الامكان ابحث عن حل الى عن طريق خبراء ومهتمين اللون علاقة بالموضوع كلمتهم يعني مثل ما بيقولوا مسموعة او اللون اهتماماتهم الخاصة او خبراء او شي من هالنوع هذا بيعطوني الحل فانا بلاحق هذا الحل اللي بيتم اقتراحه مع جهات ذات العلاقة حتى وصل لقرار نهائي حول هذا الحل هلأ في وجهات نظر تاني كمان تالتي بتحكي عن انه صحافة الحلول هي فقط عرض للحل عرض للامكانية الحل او لقصص نجاح انه في قصة نجاح كذا خلونا نطبق مثلا هذا اسمه حل جزئي او حل ممكن يكون فرعي من صحافة الحلول المفهوم العامل نحنا هلأ عم نشتغل عليه بالورشة عم نكرسه هو انه الصحافة لازم يكون له دور مو انه يقدم حل انه يبحث عن الحل هو باحث عن الحل المناسب ولكن لازم ياخد بعين الاعتبار انه يكون فيه له نوع من المساهمة المجتمعية يعني مو كل شي نحنا نحطه بظهر الحكومة والمؤسسات والأصص هاي المجتمع لازم يكون اخذ دوره مثلا احد المشاريع اللي قدمت انه فيه فلاح ما فيه عندهم مي بالمنطقة بدي يزرع فيها وما فيه كهرباء فشو رح ساوى رح زاد طاقة شمسية ويشتغل عليها وصار يتعاون مع اهالي القرية وشي فهذا التعاون اسمه مجتمعي وبيعتمد كتير على الناس المستفيدين ما نطروا حتى تجيهم مي مثلا او كهرباء او مع ضغوط مثل المؤمد لانه هن قاموا بتنفيذ هذا الموضوع هون الصحفي دوره انه يحكي عن شيء فيه له استجابة مجتمعية استجابة جماهيرية تساعد بانجاز الحل يكون كل واحد من المستفيدين له دور بهذا الحل وبالتالي بيشعروا بالحال الايجابي دائما وهو بيعتبر انه القضية قضيته او الانجاز انجازه فبيشتغل عليه بيشتغل مثل ما بيقوله من قلب ورب يعني بيشتغل عليه على مبدأ انه هذا له يعني ما بصير لكم في خطأ هون هاي المشاريع هي هلأ عم تفرض نفسها كصحافة بديلة عن صحافة الإسارة بديلة عن صحافة المشاكل وعم تخلق حالة ايجابية عند الناس بدل ما انه يعني هلأ في صار ردة فعل سلبيا صح نحن عم نحكي عن مشاكل حقيقية بس ما حدا ما عد حدا التكش بالإعلام لانه الإعلام صارت صوفت مثل ما بيقوله يعني كتير سوداء انه والله ما بيحكوا غير عن مشاكل حكي جرائد بدنا حلول بدنا حلول شو الحل شو الكزا هيك فمن هالمنطلاق هلأ المشاركين بالدورة عم يحاولوا قدر الإمكاني قدموا مشاريع ممكن تكون مستقبلية بهذا المنهج بحيث انه يتحولوا الى الصحفيين بمجال صحافة الحلو نعم وأكيد ذا يعني بس ما ننويه انه الإعلاميين أو اللي بيشتغلوا بهذا المجال انه المشاكل يعني هي وحدة عند كل الناس حتى لو زمان وجد الحلول بيكون مطالع بالإيد شيء المهم انه عم يحاولوا ولكن استاذ خلينا يعني هيك النوي على نقطة كتير صار في متعدين على المصلحة صار في كتير ناس إعلاميين ما منشوف غير هاشتاك الإعلامي فلان الإعلامية فلاني فلاني بتنزل صورة مع خبار بتلاقي أخدوا أكتر عدد من اللايكات والكومنتات اليوم خلينا نحكي قديش مهم انه الواحد شوي يكون عنده ضمن الورشة يعني انه يعني فيه تروحات هيك شيء انه يكون عنده على قليلة دورات على قليلة ورشات مهمة يتعلم الألف باق الصحيحة بمجال الإعلام وخلينا كمان هيك يعني نحكي عن هدول المتعدين نحن يعني كيف فينا نتصرف لأن الصحفي مشكلة كتير كبيرة صح المشاركين بالورشة كلهم صحفيين محترفين محترفين في وسائل الإعلام اللي طابعة على وزارة الإعلام هنون هلأ عم يشكلوا اللبنة الأولى في التأسيس لهذا النموذج الصحفي في الوسائل الإعلامي اللي بنتموا إلى ومنها الإخبارية يعني المشاركين الإخبارية بهذا الموضوع أيضاً فنحن المشاركات هاي بتعطيك فرصة فرصة أنه تكون أكتر تماثاً مع المنهجي في هذا الموضوع مو تاخديها بشكل يعني مثلاً يعني فيه ناس بتعتبر أنه الموضوع أرد كلمتين عن الصحافة الحلول خلص صارت تفهم الموضوع يعني فهلأ الورشة عم تكرس المنهجية أنه هاي إلى معايير واحد اثنين ثلاثة يعني جوجل ما رح يعلمكم الشارع هو اللي بيعلم هلأ هو التعليم هو هو مو تعليم هلأ هنو قدموا مشاريع وهي أول مرة بتصير بالنسبة للصحافة أنه الصحافة بيعمل مشروع وبيجوا زملاء الصحفيين بيقيموا المشروع وفق ثقافتهم هنو نحاول صحافة الحلول طبعاً نحن استمرنا حوالي 25 يوم بالتحضير للورشة من منطلق أنه نحاول نعمل قاسم مشترك اللي فهمنا نحن كصحفيين لصحافة الحلول هلأ كل ما قدم حدم مشروعه زملاء الصحفيين بناقشوه فيه وبيحدده نقاط الإيجابية ونقاط الضعف وين ممكن يتكمل وين ممكن ينضاف عليه بهاللقاء هذا وهذا الشيء عم يدعم عم يعطيهم ثقة بالنفس أكثر عم يعزز إمكاناتهم عم يعزز اهتماماتهم بهذا النموذج جديد بالإعلام وطبعاً نحن كإعلام إذا ما طلعنا على النموذج الإعلامية جديدة رح نبقى بالويب 2 والويب 1 إلى حد ما طب أستاذ حسين خلينا بما نحكي عن الورشة نحكي عن آلية عمل الورشة والمخرجات للورشة يعني عم تقول أنه رح يكون الصحفي شريك أساسي في هاي الورشة مثل ما قلنا يمكن يقدم مقترح لمشكلة معينة كيف رح يتناول هيدا الصحفي كيف رح يمشي فيها ويشتغل فيها وكيف رح يكون شريك بحل هاي المشكلة هلا أول شي كل صحفي قدم مشروع هو عنده فهم خاص لتعريف المشكلة الاجتماعية فهذا من هالتعريف الخاص لها المشكلة الاجتماعية هو بده ينطلق كيف بيشوف المشكلة فبده يشتغل عليها بعدين بده يعرف شو هو بده يعرف الحل هل الحل هو مجرد إجراء مثلا تتخذوا البلدية أو تزفيد طريق أو حل أزمة مياه أو كذا أو حل منهجي للمستقبل نهائي بحيث أنه هاي المشكلة ما عاد تتكرر بده يعرف هاي القصة بعدين بده يروح يدرس الحالة عيانيا يعني ما بيصير أنه مثلا بالهاتف أو كذا بده يروح يشوفها بعينه أنه هاي عم تصير هيك هيك وحتى تشكل عنده قدرة على السرد القصصي بالموضوع مو فقط أنه يعمل خبر بده يعمل سرد عملية سرد تستكمل كل عناصر المشكلة كل عناصر المشكلة اللي لازم يدرسها بعد ما بيدرس يكتشف عناصر المشكلة بده يبحث أنه مين الخبراء بهذا الموضوع بده يروح يلتقي فيهم ويستكشف أنه هدون من خلالهم هدون شو وين بيوصلونا لأي حل هذا الحل بده يطلع كمان بده يكون عنده استجابة مجتمعية بده يشوف الناس المستفيدة الشريحة المستفيدة من هذا الموضوع أنه موافقين على هيك حلول أو ما موافقين بعدها مباشرة لازم يوصل لحل هو بده يصيغ الحل النهائي اللي الكل بيقبل فيه وبيتحدد فيه الأدوار يعني ما بيصير يكون في حل فقط جاء عن طريق أنه قرار أو موقف معين أو شيء الحل لازم يكون حل مجتمعي إضافة لحل ممكن نستفيد من قصص نجاح موجودة بمناطق تانية موجودة في بلدان تانية نستفيد منها ونعتبر أنه مرجع بهذا الموضوع وممكن نستفيد بدراسات على الإنترنت وهذه القصص طيب بما أنك نعم نحكي أنه المشاركين أو الموجودين ضمن ورشة العمل هنا هن أغلبيتهم إعلاميين ومن النخبة شو رح يعكس هذا الشيء على المحطة أو على المكان يلي بيشتغلوا فيه؟ يفترض أنه كل حدا مشارك بهاي الورشة يشكل خليط عمل بوسيلة الإعلامية هاي الخليق بيحاولوا يطلعوا من النموذج التقليدي ويعتمدوا نموذج جديدة بدءا بصحافة الحلول وبعدين في عنا نواع جديد من النموذج الصحفية من صحافة البيانات مثلا في صحافة عم تطلع في نموذج الصحفية عم تطلع جديدة كلها لازم نحن نهتم فيها فهنهم بيكونوا مثل خلية بمؤسستهم أو بوسيلتهم الإعلاميين حتى يكونوا يدربوا الناس أو يتعاملوا مع الناس اللي عم يشاركوا زملائهم يعني ويوصلوا لنتائج أفضل كل واحد يتجاه باتجاه تطوير الإعلام عنده يعني قدراته الإعلامي الشخصية وقدراته وسيلة نتمنى أكيد هالشي وبنا نقول الله يعطيكم ألف عافية يعني ورشات كتير مهمة ومنتمنى أنه هي تصير دائمة وتتكرر ليشاركوا فيها أكبر عدد ممكن من الإعلاميين لحتى هيك يتطور الإعلام أكتر وأكتر شكرا كتير لألك أستاذ شكرا لإيلك وأكيد نتمنى التوفيق لكل المشاركين بالورشة شكرا كتير إيلك الله بارك